مخاوف تزوير الانتخابات لم تتبدد بعد وأزمة الثقة ما زالت حاضرة بقوة فعمليات التزوير التي شهدتها الدورة السابقة ألقت بظلالها على المشهد الانتخابي برمته خاصة في كاركوك التي انطلقت منها الشرارة الاحتجاجات في حينها لتتصاعد حدة المطالبات فيها اليوم بحصر التصويت القادم بالبطاقة البيومترية عواضا عن الألكترونية سيناريو انتخابات 2018 يعود إلى الأذهن مجددا سيما بعد كشف مفوضية الانتخابات وجهات سياسية عن اختفاء نحو مليوني بطاقة ناخب ألكترونية عمر يربك حسابات الناخبين ويعقد المشهد مرة أخرى اختفاء هذا العدد المهول من البطاقات الانتخابية التصور هو دليل واضح على أن هناك عمليات تلاعب كبيرة قد حدثت في الانتخابات السابقة وهذا بالنسبة للعراق بالصورة عامة أما بالنسبة لنا في كاركوك فهناك مشاكل أخرى هناك مشاكل في سجل الناخبين الذي في كل مناسبة نحن نطعم به ولذلك في الفترة الأخيرة رصدنا أعداد كبيرة من البطاقات الانتخابية هي مشتركة بين كاركوك وبين باقي المحافظات في حال عدوث أي عمليات تلاعب أو تزوير للانتخابات في المرحلة القادمة أو الانتخابات القادمة التصور الأمر سوف ينعكز بصورة مباشرة على السلم الأهلي بين أبناء المحافظة الثغرات التقنية التي ظهرت في الانتخابات السابقة بإمكانها أن تزيد من فرص التزوير في التصويت القادم كما يراها مراقبون لتبقى مخاوف الكتال السياسية والناخبين على حد سواء قائمة لحين موعد إجراء الانتخابات من كاركوك عبدالله العامري قناة الفلوجة